اليوم اللي حد حيطلع فيه مع حضراتكم على شاشتكم على شاشة قناة النادي الاهلي ويقول لكم انا زهقت من البطولات وكفاية بطولات انا باخد كل يوم بطولة لازم تعرفوا ان الراجل ده ما بيشجعش النادي الاهلي او ما بيحبش النادي الاهلي ويجب ان يكون خارج منظومة النادي الاهلي ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه فيه ناس كتيرة جدا احنا النهاردة فوزنا ومبروك والف مبروك للاهلي استمرار النجاحات في هذا الموسم هذا الموسم الحقيقة اللي فيه نجاحات رياضية كبيرة جدا جدا فيه العاب الصلاة وفيه كرة القدم حتى الان ثلاث بطولات ربنا يسهل ونكمل على خير ولكن عمري في حياتي ما انا هطلع ولا غيري من اعلاميين اللي بيحبوا النادي الاهلي يطلع يقول لحضراتكم انا زهقت من البطولات انا مش هتكلم على البطولات انا يعني زهقت بقى من البطولات لانه انا شخصيا كاهلاوي اتمنى ان كل يوم اطلع لو اقدر كل شوية لكن لو كل يوم اطلع مع حضراتكم وابارك لكم على بطولة جديدة بناخدها اتمنى ان ده يحصل كل يوم ويوميا ويعني لو كل ساعة اقدروا اعمل كده اعمل كده فالفالف مبروك للنادي الاهلي استمرار هذه النجاحات نجاحات هذا الموسم الرياضي الكبير والرجال كرة السلة النهاردة يتوجوا للمرة السبعة في تاريخهم والثانية على التوالي ببطولة دور السوبر السلة بعد الفوز على نادي الاتحاد الكبير 72-70 في مباراة حماسية وقوية مباراة على احلى ما يكون مباراة ما بين الكبيرين في كرة السلة اهلي واتحاد منافسة كبيرة جدا من فريق محترم عنده رئيس نادي محترم الحج محمد مصلحي انه بقوله هارد لاك الحقيقة للاتحاد السكندري ولكن على الجانب الاخر الف الف مبروك لمنظومة النادي الاهلي الف مبروك لمجلس ادارة النادي الاهلي الف مبروك لكابتن خالد العوضي والنشاط الرياضي كاملا استمرار هذه النجاحات والتفوق في مختلف الالعاب ولا يزال الموسم مستمر خلي بالحضراتكم ولا يزال الموسم مستمر عمرنا ما حنزهق جمهور النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي ومشجعين النادي الاهلي ما بيزهقوش ابدا من البطولات بالعكس احنا النهاردة هو سلة رجال مبارح ايضا سلة سيدات هل احنا زهقنا عمرنا ما زهقنا ولا حنزهق وحنفضل كل يوم نطالب كل من له علاقة بالنادي الاهلي بنطالب مجلس الادارة انه هو يعمل افضل حاجة عشان نكسب بطولات بنطالب النشاط الرياضي انه هو يعمل افضل حاجة لكل الالعاب عشان ناخد كل البطولات اللي بنلعب فيها على الجانب الاخر في كرة القدم زي ما حضراتكم شايفين ثلاث بطولات حتى الان والبقية تأتي اللي جاي لسه حنشوف اين اللي حيحصل وعدد البطولات اللي حنقدر ناخدها خلال الفترة اللي جاية لكن مرة تانية بهني رجال كرة السلة على هذا على هذه الملحمة الكبيرة جدا جدا اللي عاملينها الله يكون فؤونهم وحقول لكم ليه النهاردة الله يكون فؤونهم لانهم تعبوا بيلعبوا تقريبا في الفترة اللي فاتت لعبوا عدد كبير جدا 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 من المباريات في الفترة الاخيرة وبالمناسبة هم مسافرين يوم الخميس ان شاء الله علشان يلعبوا في بطولة البال وبالتالي مباريات كبيرة جدا وصعبة جدا بتلاعب فريق زي فريق الاتحاد السكندري بتلاعب فريق زي الزمالك بتلاعب فريق زي الجزيرة بتلاعب فرق قوية جدا 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 وبعدين تطلع من هذه المباريات يا دوبك تريح يوم او اتنين وحتسافر على رواندا ان شاء الله عشان تكمل بقية بطولة البال ان شاء الله ربنا يكرمنا وانا استطيع ان نفوز بهذه البطولة الف الف مبروك لرجال كرة السلة الف مبروك شرفتونا ودايما بنبقى سعداء بهذه الانتصارات وجاستي بوش المدير الفني لكرة السلة عامل شغل رائع عامل اداء رائع عامل عظمة منذ ان جاء النادي الاهلي وهذا الرجل له بصمة واضحة جدا جدا على كل بطولات كرة السلة حتى الان ربنا يكرمه ويكمله على خير